بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ في النار معاشر المستمعين والمستمعات إن لكل أمةٍ رواداً ورواد هذه الأمة هم علماؤها العلماء الذين صدقوا في أقوالهم وفي أفعالهم وفي مواقفهم والأمة اليوم وفي هذه الظروف العصيبة الحرجة التي تمر بها الأمة أمتهم بحاجة إليهم ونحن نعلم أن دور العلماء ليس مقصوراً على الجانب الديني بل في كل جوانب الحياة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية وهكذا ذواليك فهذا دين الله تبارك وتعالى الذي يتميز بالشمول ويتميز بالعالمية ويتميز بالأخلاق ويتميز بأمر عظيم جداً وهو الربانية فهو رباني المصدر وحي من رب العزة والجلال فكل من أراد أن يشفي عليله وأن يروي غليله فما عليه إلا أن يلتف حول العلماء ولا شك أن العلماء الذين نقصد في تنايا خطبتنا هذه إنما العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين يرثونهم علماً وعملاً في السر والعلن في المنشط والمكره في الرضا والغضب هؤلاء هم ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا شيئاً من حطام الدنيا إنما ورثوا العلم ورأس العلم الخشية لقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء الذين يخشون الله جل وعلا هم الذين يجمعون بين صدق الكلمة ويخطون الحق بالبنان ويرسمون المعالم القويمة ويحذرون من المناهج الدخيلة وما أكثرها في هذا الزمان يكفي شرفاً للعلماء أن الله عز وجل قارنهم باسمه قارنهم باسمه بعد ملائكته فهل هناك منزل أشرف من منزلة العلم وهذا دليل على شرف العلم وشرف العلماء وما نال العلماء هذه المنزلة إلا بالعلم الشرعي وهذا فضل من الله جل وعلا لهذا يجب أن نعرف للعلماء حقهم وقدرهم وأن نجلهم وأن لا نرفعهم فوق منزلتهم ودرجتهم علماً أن الإعلام في زماننا هذا الإعلام المخادع الإعلام الماكر الإعلام المرتشي الإعلام المدفوع الأجر مسبقاً الإعلام المأجور الإعلام الذي يساهم في تشويه صورة العلم والعلماء وجاءوا ببدائل للأمة لمن يزعمون العلم ولا حظ لهم في العلم فمكّنوا من خلال القنوات الفضائية والمحطات التلفزية وفي بعض المواقع المشهورة وكأن العلم إنما ينال بالشهرة العلم ليس بالشهرة العلم بالعمل وبالدعوة إلى الله عز وجل وعلى العالم أن يقف موقفاً يعلم تماماً أن الله سائله غداً يوم القيامة عن هذا الموقف حفظ أن ضيع فلهذا نرى في هذا الزمان من يتصدّر للعلم وهو جاهل وللفتوى وهو جاهل وقد يكون عالماً ولكن يمارس التقوص الشعودة من خلال لي أعناق النصوص فهم لا يستطيعون تحريف ألفاظ النصوص الشرعية فيلجأون إلى المقر والدهاء والخذاع بتحريف معاني النص وإن كنا قد سمعنا بالأمس القريبة في محطة من المحطات الوطنية امرأة لا تحسن تلاوة القرآن الكريم وتحرف مبنى آية في أواخر سورة الفرقان حينما ذكر الله عز وجل صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عو هون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فإذا بها تقول وعباد الرحمن الذين يتمشون يتمشون فين كيتمشون في لقوت في ساحل فين كيتمشون في نزاوم وإذا خاطبهم السفهاء هذا أكبر السفه حينما يتولى السفهاء الدعوة إلى الله عز وجل ونعمل على تلقين ناشئة هذه الآيات أين هو الاحتساب ولا الاحتساب غير عند المحتسب ديال الخياطاء المحتسب ديال الخبازاء الأمين ديال الطاكسيات ما كيش الأمين ديال العلم ما كيش علماء ولكن هذه أمور مبيتة الهدف منها هو إضعاف مكانة العلماء والعلم في نفس الناس ما هي النتيجة التي نحصده الآن نرى جيلا بعيدا كل البعد عن تعاليم هذا الدين العظيم بداية حينما فرطنا في مناهجنا الشرعية في مدارسنا لا من خلال روض الأطفال ولا المدارس الابتدائية ولا الثانوية ولا حتى الجامعات لا قيمة للغة العربية وإنما القيمة للغات كما يسمونها الحية لغة حية وهي لا تملك المتراذفات لغتنا هي لغة الإسلام لغتنا هي لغة القرآن الكريم وليس من باب العصبية بل هذا واقع ينبغي أن نهتم بلغتنا العربية لا سبيل إلى معرفة الشرع ومعرفة أحكام الشرع والفهم عن الله والفهم عن رسول السماء إلا بمعرفة اللسان العربي قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فلهذا ينبغي علينا أن نعلم أن هذه القنوات تمكن لهذا الصنف لا أقول من العلماء ولا من أرباع العلماء ولا حتى معشار العلماء هناك أناس لبسوا عباءة العلم وعمة العلم والهدف من دعوتهم ومن برامجهم هو تشكيك المسلمين في ثوابتهم وفي مبادئهم وفي دينهم تحت مسمى تطوير الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني ولا هم لهم إلا هذا أين مواقفهم مما يجري للأمة اليوم في مشارق الأرض ومغاربها أين مواقف العلماء من الرسوم التي أعيد نشرها في فرنسا مؤخرا وهي لا تدخل إطلاقا في باب حرية التعبير كما يزعمون بل إن المحكمة الأوروبية حكمت بأن الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين لا يدخل إطلاقا ولا بالرموز الدينية لا يدخل إطلاقا في حرية التعبير ولكن هكذا بدت البغضاء من أفواههم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم ندافع نحن عنه بمقارعة الحجة بالحجة وأن نرد باطلهم بالحق الذي معنا وعندنا نعم فالله عز وجل تكفل بالدفاع عن نبيه إن كفيناك المستهزئين إلا تنصروه فقد نصره الله أين مواقفنا من الأحداث المتتابعة في هذه الأيام الأخيرة أين مواقف العلماء أين الجبال أين العلماء الذين كانوا يقاموا لهم ويقعدوا اليوم أين هم الآن شامات قامات أعميد في العلم سقطوا ورب الكعبة خانوا الأمة خيانة عظيمة لا يبغي المسلم العادي فضلاً عن العالم أن يخون أمته أن يخون مبادئه أن يخون دينه أن يخون رسوله هذه الرسالة نقلها لنا الصحابة رضو الله تعالى عليهم ما بدلوا وما غيروا لا حجة في الحي وإنما كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهناك رواية عن ابن عمر والأثر فيه كلام عدى أهل العلم من كان مستنن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة نرى أحياء علماء كان الناس يقتدون بهم ويستذلون بفتاويهم لأنها صادرة عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نرهم اليوم يبدلون ويغيرون ويتزلفون ويبيعون دينهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم أو بدنيا عدوهم لماذا هذا التلون الأمة بحاجة إلى العلماء الربانيين كما ذكرنا إنما يخشى الله من عباد العلماء حينما ذكر معروف الكرخي عند الإمام أحمد وسأله ابنه صالح عن علم معروف الكرخي فقال معه رأس العلم يا بني معه رأس العلم يا بني معه خشية الله العالم الذي يخشى الله لا يداهل لا يجامل لا يتلون لا يتغير هذا هو العالم وعلماؤنا اليوم لا بواكية لهم لا ماصر لهم ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من إسباب عذاب القبر عاد من وصلت المظلوم المرء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كم ونرى الظلم يبارك فيه بعض أصحاب العمم بل والغريب أنك تسمع في أخبار الأمس أن بعض الذين قتلوا وقتلوا الأبرياء تحت مسمى مكافحة الإرهاب وهم يمارسون الإرهاب ويزهقون الأنفس المعصومة ويقتلون أهل لا إله إلا الله وتخر المساجد على أهلها ويهدمون المساجد يرشحون اليوم لنيلي جائزة نوبا للسلام لا حرج فكل واحد يستدل بمصطرح السلام على حسب قاعدته التي ينطلق منها فالسلام في الإسلام ليس كالسلام الذي يزعمه هؤلاء فالسلام مبدأ عظيم جاءت بيد الشريعة الإسلامية والعالم اليوم ينفق المليارات والميزانية الضخمة من أجل إحلال السلام وإحلال السلام في ظل هذه الشريعة الإسلامية لأن الإسلام لم يأمر بالاعتداء على الغير سواء خالك في الدين أو في اللون أو في الجنس ونحن نرى أن أرواحاً تزهق في العالم المتحضر اليوم لا لشيء إلا لمجرد اللون هذه الشريعة الإسلامية يعلمون أنها جاءت بالنور العظيم وأنها جاءت للمساواة بين البشرية فالناس سواسية كأسنان المشط في شرع الله عز وجل لكن هؤلاء مع الأسف وجدوا من يخدم أجنداتهم فبارقوا لهم ظلمهم ورضوا بحطام من الدنيا قليل وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدنيا لو بعث ذئبان في غنم ماذا سيحصل للغنم ومن يسلم من الغنم فهكذا الناس مع المال الناس يميلون مع صاحب المال ومع صاحب الجاه ومع صاحب الصورجان والسلطان ينسون يوم الوقوف والعرض على الله تبارك وتعالى ينسى أحدهم أنه سيأتي عليه يوم يكون مسجّى على فرش الموت من ينفعك؟ من ينفعك؟ فقم صادقاً مع الله جل وعلا في دعوتك شجّل موقفاً تعتدر به بينه ذي الله تبارك وتعالى أما في هذا الزمان فنحن نعيش زمن الغرائب والزمن تخاذل خذلنا العلماء خذلنا أمتنا خذلنا نبينا خذلنا مبادئنا أخوتنا جماعتنا الرجل يلتقي معك لا يسلم عنك لا يبتسم في وجهك أتظن أن مثل هذا الصنف من الناس سيدافع عن قضاياه وهو لم ينصر أخاه حياً أو ميتاً مع الأسف وهكذا إلا من رحم الله جل وعلا فجاءوا بهؤلاء المجاهل وما أكثرهم عبر القنوات الفضائية ويحصدون الملايين من اللايكات لأن الأمور كلها مبيتة لا يعرفون شيئاً عن دين الله عز وجل سوى تجديد الخطاب الديني وتطوير الخطاب الديني ونحن نعلم ماذا يريدون بتجديد الخطاب الديني هو الإتيان عن المبادئ وهدم المبادئ وتحريف المبادئ وتحريف الدين هكذا لو ربينا الناس على الدين الحق ما رأينا الشباب يعتدون على رجال الأمن ويرشقونهم بالحجارة رجل الأمن وجد لحفظ الأمن والستباب الأمن وهو عين صاهرة في المجتمع من أجل بتي الأمن والأمان والسلم والسلام في بلاده ولكن رأينا مع الأسف بسبب تهاوي المنظومة الإخلاقية ومناهج تعريف مدارسنا أما المنابل فقد عطمناها من زمن حتى تحت مسمى كورونا الأمن لا دعوى ولا علم والعلماء إلا من رحم الله جل وعلا منهم من اكتفى بصراح نفسه ومنهم من اكتفى وراء قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم ليذركم من ظل إذا تديتم ورحم الله ورضي الله تعالى عن أبي بكر السدق حينما تل هذه الآية وقال إنكم تقرؤونها وتضعونها في غير موضعية إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عليه فلم يأخذوا عليه أو شك الله أن يعمهم بعقاب منه مشكلتنا هي هذه ماذا يقصدون بتجديد تجديد الخطاب هل تقصدون تأديد وسائل الدعوة إلى الإسلام وتجديدها هل تقصدون حكم الإسلام في النوازي المستجدام هل تقصدون يعني إنزال حكم الشرعي على الواقع الإسلام جاء بالتجديد ولكن ما هو التجديد الذي يريد هؤلاء إبعاد الناس عن جوهر الإسلام لأن الإسلام يقدم ضاجعهم لأن هذه الأمة تمرد ولا تموت هذا دين الله عز وجل ليس مختصا بهذه الأمة الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين من لدن أبنى آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لي لأنه ما تعبدون من بعد هذا هو دين الله هو الدين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام هي دعوة الأنبياء والمرسلين ومن يبتمي غير الإسلام دين فلن يقبل منه فالإسلام ليس حكرا على هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعة ما كان بدعا من الرسل عليه الصلاة والسلام إنما هو جاء عليه الصلاة والسلام بالإسلام الذي هو دعوته الناس إلى التوحيد والاستسلام الاستسلام لنا بالطاعة نعم الإسلام لنا بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والنجاة من الشرك هذه العواث الأنبياء والمرسلين ورقب عثنا في كل أمة الرسولين عبد الله والشرب والطاغوت رجل يتكلم في قضايا كبيرة هي أخبر منه لا يعرف قواعد الاستدلال من حيث العموم والخصوص من حيث التقييد والإطلاق من حيث الناسخ والمنصوخ من حيث المفاسد والمصالح يهرفون من حيث لا يعرفون ابترينا نحن بهؤلاء الأمة تحتاج من علمائها دبة وهبة هبة ووقفة صادقة نعم والعالم مسؤول بين يدي الله رفع الله شأن العالم إن عمل بعلمه وليست هناك درجة أفضل من درجة العلم يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات لعلماء وردت عنبياء هذا فضل من الله تبارك وتعالى إنهم بيّنوا وصدقوا ووضحوا ونصحوا وأمروا بمعروف ونوعا المنكر واحتسبوا أما إن لم يفعلوا ذلك فهذا العلم هو حج عليهم بين يدي الله تبارك وتعالى حج عليهم بين يدي رب العزة والجلال غدا يوم القيامة أول من تصعر بهم النار ثلاثة كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وكما في حديث أبي هريرة أيضا أول من يقضى عليه أول من يقضى عليه من الناس والقيامة الثلاثة عالم ومجاهد وغني العبرة ليس بأن يقال عالم ولكن ماذا عملت بعلمك فعلمك حج عليك جاء تجديد خطاف الشرع ولكن علينا أن نرجع إلى أهل العلم التجديد مراد به في شريعتنا هو إحياء من درس من علم كتاب والسنة هو مقارعة بدعة هو بيان السنة من نصرع بين الناس وتعليمها للناس كما ذكر ذلك الحافظ أبادي وكما ذكر ذلك الحافظ المناوي في فيض القدير أن نكتر من العلم أن نكتر من حلقات العلم لا من البرامي الساقطة لا من المهرجانات ماذا أنتجت لنا هذه المهرجانات شباب منحرف عقوق الوالدين نحن هنا في هولندا كل صباح تسمع الخبار كما تقول في هولندا شخيك بارتايل من دابزاب المس ولا من دابزاب الإسلحة شباب من بني جلدتنا يتكلمون بأسينتنا 15-16 سنة يفارقون الحياة من أجل الأمور تافهة ممكنش التربية التربية فتقدناها إذا لم يقم الإيمان بتربية الناشئة أو الجيل من يربيه في هذه المجتمعات هنا فصلنا وصمة عار على ديننا وعلى جاليتنا العربية والإسلامية صرنا وصمة عار حتى في المجتمعات الإسلامية التي أقصت الشرع وكأن نعلم الناس وش نحن نعلمهم باش يفتربوا البغرير وبتبوت هاتش باش نعلم الناس ونربيه الناس وش ندخل الناس فقط فيه بمشاريع تسمين الناس في هذه الأزمينة في هذه الأيام وفي ذل هذه المحنة بعضهم لا يجدوا ما يدفع به الغصة من شدة الجوع وحنو كانت تكلموا على بغرير وكانت تكلموا على بعض الوصفات في اليوتيوب وروتيني اليومي شنو جنينا من هاد المواقع جيل بعيد على الله سبحانه وتعالى لأن الإعلام الهدف دياله شنوى هو إحداث قطيعة بين العلماء وبين الشعوب لأن هذا العلم هذا مولي كيحيي الشعوب كيحيها بالإيمان وبتقوى الله وبنصص لي وحييني أقول قولي هذا والسفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأسلم تسليما كثيرا عباد الله كل واحد مننا يتحصر وهو يسمع بعض الفتاو الجائرة كل واحد مننا يتحصر وهو يرى دين الله يحرف حتى في بلاد الإسلام كل واحد مننا يتأسف ويحزن ويصيبه الجوى ويشتعل بداخله غيرة على دينه حينما يرى من يتجرأ على الدين ومن يسب الصحابة ومن يسب الرعيم الأول الذين أقامت دولة الإسلام على أكتافهم فحمروا الخير والعدل والتسامح والسلام لكافة البشرية نرى الأنذار اليوم يتهكمون بأهل العلم وبالدعاة إلى الله عز وجل وينبزونهم ويسبونهم ويشتمونهم وينعتنهم بأبشع اللعوت وبأخبة الصفات وأقول لهم كما قال الله عز وجل في آيتين الأولى في الأحزاب والثانية في الأعراف والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينة هل أحزاب الأعراف ومن يكسب خطيئةً أو إثماً ثم يربي به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينة يسب العلماء لا لشيء إلا لأنهم أمروا بالمعروف أو لأنهم خالفوا بعض من يريد أن يبدل دين الله جل وعلا جزاؤهم أن يوصموا وأن يوصموا بالسمات الله عز وجل يعلم أنهم منها براء بل حتى من يسبهم يعلم في حقيقة نفسه أنهم منها براء ولذا قال عليه الصلاة والسلام من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال قالوا وما ردغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار هؤلاء الذين يسبون العلاء الصحابة وهم سادة العلماء ونتأسى بهم ونقتفي أترهم لأن الله عز وجل اختارهم من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولي إقامة الدين فما بدل وغيره خف علينا احنا اللي كان تلونه وكان تبتلوه وكان تغيره على حسب المصالح وعلى حسب قيمة المبلغ المدفوع إلا من رحم الله جل وعلا هكذا كان دور العلماء هذا هو دور العلماء ويأتي الآن الغر الحدث السفيع الجائل ويتطاول على الكبار صدق الرسول السلامة كما في الحديث الصحيح بخاري إن الله لا يقبض العلم انتزعاً ينتزع من صدر العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم في رواية حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوساً جهاناً فسئلوا فأذتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ماذا تنتظر؟ من هؤلاء أغاني الراب المهيجة على العنف كانت من الإسباب المباشرة في ضحايا الكثير من الشباب هنا في هورنبار ديننا دين عظيم ولكن يحتاج إلى نفوس تريد ما عند الله جل وعلا تدعو إلى الله بالحكمة وبالمعاعدة الحسنة يقارعون الحجة بالحجة والدليل بالدليل ويردون الباطلة بالعلم لا بالسب ولا الشتم ولا باللعن ولا بالتهيش العلماء هم الذين يحفظون علينا شبابنا من ما هاوي التطرف والتشنج والعنف والإرهاق العلماء هم الذين يزينون أبناءنا بزينة العلم المنبعث من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفقيه بكثرة الفتاوى إنما الفقيه الذي يخشى الله جل وعلك مقال الحسن بسر رحمه الله نعم ولكن نعيش زمنا علماء السوء علماء السوء الذين أخاضوا في الدماء البريئة وساهموا بفوتاويهم الجائرة اعلموا أن هذه الفتاوى ستدخل قبوركم معكم في صدوركم وإن لم تدخل معكم قبوركم في قراريسكم وفي برامجكم فهي في صدوركم محفوظة عند الذي لا تأخذه سنة ولا نوم عند الذي يعلم ما في أنفسكم فاحضروه عند الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عند الذي يستوي عنده السر والعلم والليل والنهار ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى رب العزة والجلال ابتلانا بعلماء سوء مع الأسف سنبحل بطاقة الهاتف بطاقة الدفع المسبق علماء الدفع المسبق يزينون الباطل ولو رجعنا إلى فتاويهم القديمة قبل سنوات لا رأينا أنهم انقلبوا عليها انقلاب عجيب فزمن الانقلابات والسطو على الفتاوي ورصص علم أكثرهم أختم خطبتي وفي الجعبة الكثير بكلمة تكتب بماء العيون للإمام بن القيم رحمه الله وقد دونها في كتابه الفوائد وهو يذكر الصفات علماء السوء قال جلسوا على أبواب الجنة يدعون إلى الجنة بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم يدعون إلى الجنة بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم إذا قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا إذ لو كان ما يدعون إليه خيرا لكانوا أول المستجيبين فهم في الصورة أدلها وفي الحقيقة قطع طرق نعيش زمن اللصص لصص العلم وما أكثرهم ولكن اهنأوا فهذا دين الله عز وجل تكفر الله بحفظه علينا أن نعمل بدين الله وأن نحتسب وأن ندعو إلى الله عز وجل وأن نرد الباطل بالحسنة نعم من غير تشنج ومن غير تعصب ومن غير تطرف فهذا الذي يريده الخصوم لن نناولهم عصى كي يضربوننا بها لأننا نلتزم حدودنا من خلال وقوفنا عند النصوص الكتاب والسنة وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هدات المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسنا اللهم ارتف بنا في تنسير كل عسيل فإن تنسير كل عسيل عليك يسير اللهم اجعل أمتنا من كل ذيق مخرجة ومن كل هم من فرجة اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس قرب المكروبين اللهم إنا نسألك التبات في الأمر اللهم إنا نسألك في على الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم رب الناس ألهي للبأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغدر سقما يحضر معنا في هذه الجمعة أخوان من إخواننا أحدهما أبوه خضع لعملية جراحية من أجل استئسار الوارب الخبيط نسأل الله العظيم أن يشافيه والد أخينا سعد تقاوي فاللهم اشفيه شفاء لا يغدر سقما اللهم اشفيه واعجب شفائه اللهم اجمع له بنا الإسرية العافية اللهم اجعله راضيا صابرا محتسبا لقضائك وقدارك يا الله ونسأل الله عز وجل أن يشفي أم أخينا عبد الكريم الدكاري وأمه مقبلة على عملية في المملكة المغربية في الأسبوع القادم أسأل الله تبارك وتعالى أن يكذل عملتها بالنجاح وأن تعود إلى أهلها وإلى ولدها وهي سالي سليمة ومعافاة بإذن الله السمع عليم اللهم إنا نسألك أن توفقنا لطاعة وخدمة الوالدين اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا هذه الجائحة اللهم ارفع عنا هذه الجائحة اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا يا كريم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأخر دعوانا أن الحمد لله يا رب العالمين وصل للهما وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة كثيرا ترجمة نانسي قنقر